انتو معت عيش صباحك مع زهر رامي على نجوم افقام ونجوم افقام دي في صباح الفل عليكم مرة تانية وتعالوا لي بقى كده عشان قدركم النهاردة عندنا ضيف مختلف عندنا موضوع كمان مختلف موضوع الرياضي سياحي في نفس الوقت لذيذ جدا 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 ماراثن بس مش اي ماراثن بيريمدز ماراثن مختلف السنين دي نعرف تفاصيل اكتر عنه من ضفنا الاستاذ ايمن حقي مساء الفل عليك يا صباح الفل ازاي مساء الفل يا استاذ ايمن. صباح خير. الى اخبار. الحمد لله. الحمد لله. ده يمكن شوفنا عنه حاجاته كيه بس لسا مش عارفين تفاصيله قوي فقلنا النهاردة بقى في ايه السباحك نحب نعرف تفاصيل اكتر وخاصة ان تقديم في في خلال ايام بينتهي والمفروض الماراثن اول يعني الشهر الجاي نصف الشهر الجاي تقريبا هكتدي فنعرف الناس اكتر ونفاهم الناس اكتر ايه مختلف عن الماراثن ده. اه اكيد اه. الماراثن زي ما قلت يوم خمستاشر فبراير الشهر الجاي. التسجيل فيه اه من على الويبسايت اه اخر الشهر ده واحد تلاتين يناير. هو فيه مسافيات مختلفة. ده اول مرة بننظم السباق ده او باول مرة كمان ننظم في الاهرامات. احنا طبعا بننظم او مسابقات رياضية بقالنا خمس سنين. اوكي. لكن ده اول سباق ونظمه في في الهرم. والسباق اه في مسافات مختلفة. عشرة كيلو وواحد وعشرين كيلو واتنين واربعين كيلو. نايس. فشوفي هتجري ايه مسافة عشان. كيلو. خمسمين متر. فلا طبعا سعيد جدا ان انا هنا ومبسوطين احنا ننظم ده متوقعين يعني ان شاء الله يكون فيه حضور حوالي اربعة الاف متسابق. شاء الله. حاليا فيه اكتر من ستين جنسية مسجدين في السباق. نايس. اه فيعني هيبقى اه رياضي وسياحي في نفس الوقت هيبقى يعني اختيار بقى الاهرامات بقى ده 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 حاجة نقف عندها لان ده هو ده اللي مختلف تقريبا في المارس اندعان غيره. اه احنا بنجري ورا حوالين الاهرامات. هنجري حواليهم. هنجري حواليهم. اه طبعا اللي هتبقى السينري حلوة والمناظر حلوة قوي في المنطقة. طبعا. في شوارع جديدة اه اتعملت جوه الاهرامات يمكن ده للناس مش عارفها. ما ده لسه اسألك بقى الدنيا. مش هنجري على الرملة. هنجري على اسفلته هنجري على طرق ممهدة. فيه طرق جديدة عملت في الاهرامات لسه اصلا ما تمش افتتاحها. هنجري عليها الاول مرة. اه طبعا المكان اختيار المكان ده احنا يعني على اه ده ده المعترف بيه عادي في في المجال في كل المدن الكبيرة ان بيتمظم. ان هما بينزاموا حاجة ليه علاقة بالسياحة. ليه علاقة بالسياحة بزبط. وان بيتبقى حوالين اهم المعالم اللي في المدينة. بزبط. زي في نيويورك او في بارس او في غيره بيبقى دايما حوالين اهم معالم في المدينة يعني. مم. فده كان بالزبط اللي احنا نحاول لما يلو عايزين نعمل ماراتون يبقى حاجة سنوية. آآ ويبقى بيحضروا الالاف. يعني ماراتون برا مصر آآ يمكن يكون فيها مشاركات بتوصل خمسين الف. صح. فدي حاجة احنا هدفنا نحنا في يوم الايام نوصل له ان شاء الله يعني. نايس طيب. الفكرة بقى المتقدمين انت قلت الوقتي ان فيه ناس مقدمة مش غير مصريين كمان يعني اما جايين مخصوص ولا ايه? بالزبط. في ناس كتير قوي يعني الناس اجانب كتير قوي اتفاجئنا. احنا طبعا كنا مركزين الحقيقة التسويق كله في مصر. يعني ما كناش مركزين بذاتنا اول مرة بنعمله كده. لكن لقنا آآ آآ طبعا دماند عالي قوي من برا مصر والناس كتيرة جايلنا من بلاد. عشان الاهرامات ها? مخصوص. جايين مخصوص يجروا آآ عشان الاهرامات. برغم السباق لسه في اول سنة مش متسجل آآ دولي. يعني لازم يبقى لها فيه شروط معينة لازم تستوي فيها عشان تسجلوا دولي ويكون آآ سباق رسمي بمتحدة دولي يلعبك هو. آآ من ضمنها ان انت لازم يبقى عندك مبدئيا آآ تاريخ خيستري. تتعمل السباق مرة او اتنين. آآ مقاسيات وكذا حاجات مختلفة مش هتتخلش في تفاصيلها. آآ بس ده بيشجع ناس اكتر ان هي تيجي كمان. وبالرغم من ده لسه محصلش. آآ اجانب جايين عشان وعشان يجري حوالين اهرامات عشان يتفرج وعشان آآ يعني آآ مختلف بالنسباله يعني. طب الفكرة طلعت ازاي? احب اعرف الافكار دي بتطلع ازاي بتدت ازاي البزرة يعني. والله يبصي احنا من احنا بننظم زي ما قولك اصلا هو ده ده شغلنا يعني. اوكي. انا اربع سنين وبننظم في حتة مختلفة. نظمنا ماراتون ماجدي عقوب في اسوان. نايس. آآ وبننظم طبعا سباقات في سهل عشيش على طول وفي اسكندرية وفي حتة مختلفة قوي. مم. وطول عمرنا حطينا عينينا على على يعني التارجت ده بس كنا مستنيين ناخد خبرة آآ كافية بحيس ان ده نقدر نعمله صاح يعني. اوكي. مشكل مناسب. يعني هي من زمان قوي واحنا عايزين نعمل حاجة زي دي تبقى تسمع جامد قوي بالنسبة للمصر يعني. اوكي. طيب ايمن يعني التصريح والتأمينات. اه. وتسهيل الحاجات وخاصة في منطقة الهارم مش ازهل حاجة خالص. اه. فبرضو عشان لي بيسمع وانت عملتوا يشان تأمنوا الدنيا وعشان تعرفوا التصريح تبقى عاملة ازاي. صح. وموضوع الطرق اللي انت بتتكلم عنها دي ازاي هتتزبط وتتفتح وتتأمن. مزبوط. مزبوط. سؤال كويس قوي طبعا احنا اه الحقيقة طبعا اه تواصلنا مع وزارة الاثار ووزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت. اه. وحمد لله ان احنا خدنا موافقة الاتنين ومن هنا بترينا نتحرك مع بقية الجهات. اه. طبعا اي حد يقدر يقدر على اه من الوزارة الاثار على انه ينظم اه في منطقة الهرم وفيه لايحة معينة يعني كويس جدا الحقيقة يعني باركام معينة يعني ليها دعوة باللي انت عايز تعمله في او اللي انت هتنظمه والمدة اللي هتستخدم فيها موطقة الهرم كزا حاجة زي كده. مم. وطبعا احنا وزارة شباب والرياضة هلينا شغل معها كتير من خلال سباقتنا وشغلنا وقدمنا على وحمد لله ان دعايات وافقت. مم. ففخرين جدا ان السباق يكون بدعاية وزارة شباب والرياضة وزارة الاثار واتحادة العابة كوة طبعا. رغم رغم ان انت قلته ان هو مش دولي ومش بعطرف بدولين لسه. طبعا. بس في من الوزارة. في من الوزارة واتحادة العابة كوة. فده طبعا بيدي برضو الايبنت. تقل. على بالزبط. تقل على يعني مستوى المحلي حتى. الف وستة رقم الاسمس لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار بقعتوا ميسجز وهأكيد نقول لكم علمات اكتر وازاي بقى نستقدم وهيحصل ايه بالزبط والتفاصيل بتاعة نفسها اللي هتستمر لمدة خمسة ايام صح? المارتون نفسه يوم واحد لكن في قبلها تلات ايام اه الاكسبو او زي مؤتمر كده بيبقى قبل الايبنت. اوكي. فاربعة ايام توطل بس يوم السباق ده يوم واحد بس. اوكي. يوم واحد واربعة ايام فعاليات. او تلات ايام قبلها فعاليات. على بعض. اوكي الف وستة رقم الاسمس وقلوا لنا اسئلتكم بليز ابعتوا وهنقراها كلها اكيد اللينك الجاي وهنرجع تاني على طول. انتو مع عيش صباحك مع زهر رامي على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. ما يكملي معيكو الف وستة رقم الاسمس لو اي حد عنده اي سؤال ضيفنا النهار ده الاستاذ ايمن حق المنظم الرئيسي لمارتون الاهرام اللي حد اتكلم عنه اه بيرمز مارتون زي ما بيقولوا اللي مشارك فيه لغاية دلوقتي زي ما قلنا تمانية وخمسين جنسية غير المصريين اللي مفروض يبقوا مشيا بيشاركوا باورونا بقى نفسوكوا بقى يا مصريين اه وكنا نتكلم عن بداية الفكرة جات منين انها فكرة قرية دي كانت متكونة وكده بلس عايزين اعرف برضو الفكرة كانت موجودة بس امتى او بتريته امتى الاستعداد الحقيقي لها او يعني بقالكوا قدقيت بشتغلوا على الموضوع. والله احنا يمكن بقالنا اه سنة مسلا بالزبط. اوكي. يعني عادنا سنة كاملة بنحضر للفكرة دي. اه اعلننا عنها في اه السيف الفات اه شهر ستة مسلا او شهر سبعة بتقالي اعلن احنا احددنا اليوم والاااا والتارينا واحدة واحدة بقى يعني ننشر خبر اكتر ونعلن تفاصيل اكتر. اوكي. فلا اه موضوع بيحتاج تحضيره من مدة طويلة قوي عشان يتبقى يطلع بالشكل اللي احنا ان شاء الله عايزينه يطلع به يعني شكل اوكي. طيب مين بقى اللي ممكن يشارك في المارسن ده سن يعني فيه سن معين فيه او متطلبات معينة. هو بصي هو ماراتون مفتوح. فيعني متاح التسجيل لاي حد من خلال الويب سايت. اي حد اي حد مش تزني ارياضي او. لا لا مش تزني ارياضي. ممكن ناس برضو مش راجعة ناس تجري او تمشي او تجري يعني ممكن مش موضوع مش مسألة اه منافسة لقد ما هو مشاركة يعني. اه ممكن ناس تيجي تمشي عادي? انا جاي امشي. اه خليبك ده طبعا تعالي امشي وبعدين احنا فيه مديليات وتكريم لكل اللي بيخلصوا سباق. ما انا لسه اسألك بقى يعني بعد بعد ما مشينا بقى الكيلو او العشرة كيلو اللي انت قلتها. كل حد بيخلص السباق اه بياخد مديلية مشاركة وبياخد شهادة تكريم وكده فده وطبعا غير بقى يعني بس ده بيبقى انجاز لوحده انك تخلص المسافة وزي ما قلت لك هي مسافات مختلفة اللي هي عشرة كيلو وواحد وعشرين واتنين واربعين. اه. فتبقى يعني. في كيلو قلت. لا ما فيش كيلو. انت كنت قلت كيلو والله. لا والله. بس عشان خطرك ممكن يعني. انا اجبش كيلو عادي. 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 فهي اقل سن اتناشر سنة. اه ده اللي ممكن يعمل السباق العشرة كيلو. ميش. فمفتوح يعني لأي حد ويعني هيبقى زي ما بقولك يعني فيه ناس طبعا بتنافس على المراكز الاولى بس طبعا اغلبية الناس ممكن. اه لا هيكسب هياخد ايه بقى ولا هيعملها? فيه جواز مالية هيتم الاعلان عنها قريب يعني ان شاء الله. ودي بيبقى على اول تلات ولاد واول تلات بنات على التلات مراحل بتوسبات. حلو يعني بنات غير الولاد يعني. طبعا. طبعا. غير كده اصلا احنا بنعمل اه الترتيب على مراحل سنية. يعني كل واحد بينافس على مرحلته السنية من مسلا تلاتين لخمسة وتلاتين. نعم. خمسة وتلاتين لاربعين كل خمس سنين. اه. تنافس على مرحلة السنية بتاعتها غير انت بتنافس طبعا على الترتيب كله. حل. اه فده بيدي برضو الناس حافز ان انت. طبعا. الاربعين مش هينفس عشرين وارد. اه. اه. بتنافس سنك. بزرط. اه. ولاد وبنات متفرقين برضو. اوكي. نايز. طب يعني ازاي تقدم بقى في الماريسن يعني. قل اللي بتعمله ان هي بتخش على. اه. اه. في بيانات معينة بتتطلب منهم. اه بتخش تملأ اسمك وتاريخ ميلادك ومقاس تي شيرت وكزا حاجة. وآآ بس كده بتتذكارتك بتوصلك على الايميل يعني. اه. الناس بس محتاجة يبقى عندها ايميل بيجي لهم بتتذكار على الايميل. اه يوم بقى لتلات ايام اللي هم قبل السباق دول ده اللي بتستلم فيهم شنطتك ورقمك وتي شيرت بتاعتك. دول هيبقون في في وسط البلد في الجامعة امريكية. اه. القديم جامعة امريكية القديمة يعني في بتروح. تحرير. اه في التحرير. اه. هتستلم الشنطة بتاعتك اه في التلات ايام اللي هم قبل السباق. اوكي. والرقمك. وده اهم حاجة عشان تعرف تيجي بيوم السباق نفس وتخش بالرقم بتاعك جاهز يوم خمستاشر فبراير. تخش تجري بقى. حلو. طب سؤال دلوقتي انت بتقول ان هو في فئات عمرية بيختلف السباق بينهم يعني. اه. التوقيتات مختلفة ولا كله توقيت واحدة. مثلا لو انا عيلة. اه. هل انا بجري في وقت وابني في وقت ولا ممكن نجري مع بعض. ممكن تجري مع بعض. الحسب التوقيتات مختلفة بالنسبة للسباقات نفسها يعني السباق الاتنين واربعين كيلو ده هيبتدلي ساعة ستة الصبح. اوكي. السباقين التانيين اللي هم واحد وعشرين وعشرة هيبتدوا مع بعض ساعة تمانية الصبح. اللي هو اصلا اصلا مش مسرح للاطفال غير بعشرة بالزبط. بالزبط. فبالعكس هتقرف تجرى مع بعض كمان نقطة الانطلاق بتاعة العشرة والواحد وعشرين في نفس الوقت. ساعة تمانية الصبح. نايس. فلا بالعكس هي فكرة ان هو يعني. يعني يعني دي حاجة فكرة شجاعة طبعا. طيب. احنا قلنا ان احنا نبقى حوالين الاهرامات. وانت قلت ان فيه طرق جديدة ممهدة اكتر اسفلت طبعا مش رملة هنعرف نجري عليها. ده بالنسبة لتأمينات الطريق اللي انحنا هنجري عليه يعني بس في حوالين الاهرامات برضو اماكن كتيرة جدا هل ازاي هنبقى ما تبقى مؤمنة. يعني الناس دي تسمان وما حواليها والناس اللي عايشين فيها والحراس والحاجات كل ما ما يعني حتة دي يعني شان تبقى سيف للجانب او للاطفال او كده. والتأمينات التانية بتاعت الصحية بقى. هل في مسلا التأمينات الصحية في عربيات اسعاف. طبعا. في مسعفين. طبعا. اسئلة كويسة قوي. احنا طبعا معظم السباق نفسه هيحصل جوه سور منطقة الهرم. ام. فده دي بوحدها منطقة متأمينة. اه جوه السور. فاحنا مش بره خالق. احنا يعني السباق العاشرة والواحد وعشرين كلهم جوه سور منطقة الهرم. يمكن فيه جزء من سباق الاتنين واربعين هيكون على طريق الفيوم. وده متأمن طبعا بالموافقات برضو مع مديرية الامن مع محافظة الجيزة. وده سعى ستة الصبح ده. ستة الصبح كده كده بالزبط. اه كده طبعا احنا مزودين امن عليها زيادة. اه من خلال المحافظة ومن خلال مديرية امن وامن برضو خاص. اوكي. فاحنا اه واخدين طبعا كل الاحتياطات اللازمة وزي ما قلتي مع انا طبعا اه الاسعافات الاولية والخدمة الطبية. اه موفرة موفرينها طبعا لكل المتسابقين اه لقدر لايء اي ظروف او اي يعني حد رجلو تلوة اه تعور اه حاجات زي كده. وابس يعني فطبعا احنا خبرة سنين بقى في المجال ده فعرفين. التأمين وعرفين تأمينه زي. فعرفين طبعا. عاش حدق الجانب. لا 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 عاش حدق الجانب. ولا مصريين طبعا يعني. ولا مصريين. يعني هي تبقى طبعا بتهيلها تبقى تجربة تجربة كويسة اوي. وبرده ميزة ان احنا بدري اوي الصبح ان الدنيا بتبقى اهدى شوية وفاضية وكده وغير كده احنا بننظم الموضوع بطريقة كويسة يعني. الف وستة رقم الاسم مسلو عندكم اي اسئلة اه بقعتوها الخاصة طبعا او ميزة اهرام ببعتوه دلوقتي على الف وستة. ما يكمليين معيكم معنا الاستاذ ايمن حقي. ايوة اه يعني صاحب الفكرة صاح? انت فاوندر اه. انا الفاوندر اه. ايوة ومسؤول عن اهرامات لو عندكم اي اسئلة زيادة يعني بعتوها بليز واعتقد ان احنا اسئلة سألنا اسئلة كتير ممكن تبقى في زي ان اي حد بيسمعنا. احنا طبعا غير ده بننظم في خلال السنة كلها اه سبقات مختلفة اه ملتي سبورتس يعني سباحة عجل اه جاري رماية اه بننظم سبقات اه اللي هو جاري على. ده لهواية صح? مش للاتلت. يعني مش للناس اللي بتلعب رياضة قرازي. مظبوط مظبوط. يعني ناس اللي هي بتمارس الرياضة مش المحترفين الرياضة يعني. محترف الرياضة. اه. احنا تركزنا طبعا على الهواية وبنشجع قوي ده بتاعنا بنشجع اه ممارسة الهواية للرياضة. نايس. وغير كده برضو بيشترك معنا محترفين في مسابقتنا برضو يعني. مم. فده بيبقى عاكي الناس بقيت مفتوحة يعني لهاوي او المحترف او لغيره. فطبعا مسهولين يمكن بتسهل حشيش اندورنس فاستفل ده بننظامه بقى لنا خمس سنين ده بيبقى بننظام دلوقتي مرتين في السنة مرة في ومرة في الوينتر. وده برضو من عنجح المسبقات اللي بننظامها وغيره بقى بننظم حاجات في الصيف. في السحل في اسكندرية. يبني اختيار كل الاماكن كمان. اه. انتم مركزين هدف ان هو يبقى موضوع سياحي رياضي. بالزبط. الهدف يبقى موضوع موضوع زي ما قلت سياحي ورياضي واحنا بنحاول نكمل الناس نحنا بنعمل لهم اه بن تأسيلات في السفر برضو بنوضوع لهم كل الاجراءات يعني فبتبقى لك انها آآ رحلة مسابقة. طيب ايمن مصر مشهورة بحاجات كتيرة جدا. آآ ودول الوقت بنقول ان احنا مش مستغلين السياحة عندنا وان احنا عندنا حاجة اسمها السياحة الرياضية دي لو احنا بس استغلناها من كتر الميا اللي عندنا المختلفة الجبال اللي مختلفة عندنا حاجة كتير جدا. وريسورس طبيعية ممكن نستخدمها في السياحة الرياضية طول وقت بالناديب ده. فاعتقد انت بتجد تعمل ده شوية آآ آآ انا متفق معاكي جدا. الحقيقة احنا آآ يعني فخورين ان احنا لدينا تعاون مع السياحر آآ كسم السياحة الرياضية في وزارة شباب والرياضة. آآ وان في اهتمام جامد بالموضوع ده لان فعلا زي ما قلتي مصر عندها في حتة السياحة الرياضية دي. آآ لو كلمنا عن او في رياضات مختلفة زي فيه والعجل. آآ السباحة في الماء مفتوحة. بحرين ونيل. عندنا. عندنا طبعا. بزف. عندنا. فعلا بجد والجو كويس قوي يعني حاجات آآ ما نستهنش بيها لان بجد نقدر ننظم مسابقات عالمية. يعني آآ بتنظيم صح بلوجيستيكس مزبوطة طبعا آآ نقدر ان احنا بجد ننظم آآ مسابقات قوية جدا والنافس. دلوقتي يمكن الخليج آآ سبقنا شوية في الموضوع ده بينظموا سبقات احسن مننا شوية او بيجي لهم سبقات عالمية. ما ده سويلي بقى ديك يا ايما بما انك ابتديت وخدت الخطوة في الموضوع ده عايز اعرف بكل شفافية وصراحة ايه فعلا تحديات القوية اللي بتخلي الناس تبقى واقفة عند حتة معاناة وما بتكملش. آآ يعني يمكن آآ من التحديات شوية آآ يمكن احيانا التصاليح بتبقى مش سهلة قوي في ان انت تنظم. تأمين. تأمين وتصاليح في حتة مش مش سهل جدا محتاج مهود كبير قوي. آآ عشان تعرف تاخد موفقات في حتة نظم في حتة معينة او في مية مفتوحة او كده. حاجات دي طبعا بتبقى آآ فيها حساسية شوية. آآ مش قادر اقولك آآ يمكن برضو يعني آآ مفيش تحديات آآ يعني قدامنا بالعكس احنا نعم نشتغل صح. وزي ما اقولك فيه اهتمام كبير. وانا متفاعل ان هي الفترة اللي جاية دي هيبقى بالعكس فيه تفرف في حتة السياح الرياضية دي جدا. من خبرتي في شغلي من خبرتي اللي انا شفته مع منظمين تانيين حولي برضو يعني. انت اصلا بقى انت كنت يعني بتشتغل شغل وقلتلي انت سيت شغلك وبقيت رياضي صح يا كده? بزبط. اي حصل ايه? لا انا اصلا طول عمري رياضي وكنت بشتغل في مجال البترول. آآ كاقتصادي يعني مش كيف هانتش الناس تلخبت على طول لما بقول كده. بس آآ طول عمري كنت آآ مهتم بالرياضة كممارس وكمنظم يعني حاجات على صغير كنت معنا. النادي. في النادي بقى طولات كورة بقى في رمضان في مش عارف مين في الجامعة في المدرسة وكده. وفي الاخر يعني اتجهت بقى للموضوع ده باحترافي يعني انا اسست الشركة واتجهت دي بشكل آآ يعني آآ لان حاجة انا بحبها ومهتم بيها وقدرت ان انا يعني اخدها ككارير فيعني دي حاجة طبعا انا حظي حلو فيها الحمد لله. وآآ بس يعني بقى لي دلوقتي ثلاث سنين آآ مسلا متفرغ تماما للتنظيم أو المجال الرياضة يعني. حاجة جميلة جدا ومشرفة جدا الحياة اي مع مستوى الشخصي يعني جميل جدا انت عندك حاجة وحلمه وصلت له وحققته. وعن مستوى العين بقى ان انت اصلا بتنظم ده حاجة كبيرة وزي ما انت قلت من يعني في تمانية وخمسين دولة مشاركة وجنسية جنسيات مختلفة يعني من جنسيات مختلفة. ومصريين كمان يلي تبقوا بيشاركوا في ده وزي ما قلنا اخر حاجة نختم بيها الويب سايت الناس تخش تعمل اه فين? بس كده هعملوا قبل واحد وثلاثين قبل واحد وثلاثين يناير. آآ آآ وبس وبعد ان تيكت بيليك على اي نال يعني. آآ ونبقى موجودين معك وهناك اه يبقى يوم مختلف. مستنينك ازبقى العشرة كيلو. بزيز جدا جدا جدا. عشرة. عشرة كيلو هنوصل لك عند التسعة وبعدين تكملي. فيه وهو فيه كوشمز وحاجات جاية ممكن نركبها. فيه اترتيمنت وفيه اكل وفيه هتعدي. انا بقى عدف تكتك بقى ولا كوشمن كده على جنب وقلوكو جو 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 يا شميل. اوكي. لا لا ان شاء الله يبقى يوم مختلف وجميل وبجد فكرة هيلة وعظيمة جدا. وان شاء الله ان شاء الله تنجح نجاح صاحك. والف مبروك مقدم. شكرا. 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 على اللقاء. مرسي يا اوي. مرسي جدا جدا. انتو لسه مع عيش صباحك مع زهرى رامي. على نجومف ام ونجومف ام تي في. اشتركوا في القناة